ونصك وحدة أطفال بلا مأوى هل الوحدة أولاً خاصة بس بالأطفال ولا بتشمل كبار ستين ويهب بتنزلوا فين يحددين محافظات فين يعني عايز عرب برضو الجزئية دي إحنا الحقيقة بننزل دلوقتي يعني فيه دمج كامل مع الفرق الداخل السريع إحنا الوزار برضو يعني بس هو يعني ده برنامج الدمج مع برنامج تاني ففرق تدخل السريع مع مع أطفال بلا مأوى مع الجهات المحلية اللي هي المدريات والهدف واحد كل شيء مع بعض والأطفال سواء كبار أو بلا مأوى يعني كان صغير أو كبير إحنا شغالين مع لينا خط السير ثابت يعني شبه ثابت كل أسبوع تقريباً بيتكرر يعني على مدار الشهر هيعتبر أربع مرات طبعاً كل وحدة لها خط السير وفي 17 وحدة على مستوى العشر محافظات وزي ما أتفضل دكتور أيمن أنه يعني إحنا بنكمل بعض معنا واحدة مجهزة في فريق مدرب وهم عندهم خبرات في التعامل مع الحالات الكبار وإحنا بنشغل مع الصغيرين فبنشتغل مع بعض في نطاق الجغرافي بتاع كل وحدة طيب دي سياسات والاستراتيجيات أنتو بتنزلوا الشارع بتعملوا إيه؟ يعني أنتو ينزل منطقة إيه محددها وانزل أدور في أني شوارع وعملي لما يلاقي المشرد يعني حكي لي يوم من أيام وحدة أطفال بلا مأوأ والحملة طيب إحنا هنفطر أن إحنا ماشيين في خط السيرنا العادي لما بيلاقي حالة كان بقى صغير أو كبير بينزل لحد يعني حد أو اثنين من الفريق بيدخل مع الحالة بيشوفوا إيه مشكلته طبعا التدخلات مع الأطفال غير الكبار شوية أطفال بيقى فيه لعب وأنشطة طرفية وحاجات جذبة الكبار شوية بيبقى لدخلها مختلفة وممكن أن نغير كمان للشخص يعني ممكن مع الأطفال بيخش أصابت على النشاط مع المصعفة إنما في الكبار بيدخل أخصاء الاجتماعي أخصاء دارة الحالة عشان اتعامل مع الحالة اه بالذات كمان بنقابل حالات ساعات بيبقى عندها امراض عقلية أو زهنية أو امراض عصابية فمحتاج أتعامل خاص يعني من خلال الأخصاء النفسي برضو مع الأخصاء الاجتماعي بيكون مع حضرتكم يعني جميع التخصصات المؤهلة أو المؤهلة أنت تتعامل مع الحالة الموجودة في الشئ اه بالذاتنا هو محتاج يروح دار لو هو حد كبير من ساعتها بقى بيتم الدمج هنا بنتواصل مع فرق تدخل السريع أو مع المدريات بننصق مكان أن يقوي الشخص إن كان رجل أو امرأة حسب الاحتياج بتاعه أو لو كان محتاج حاجة طبية بيأخذ الجزء الطبي الأول وبعدين بيروح الدار بتاعه لو كان طفل بقى بيبقى الخط سير تاني خط سير أخر هرغالو هرغالو